برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد رئيس المركز الأردني لبحوث التعايش الديني عبر صفحة فضائية نورسات فيسبوك استضاف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور إحسان حمارني رئيس هيئة الإدارية لجمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية في عمان حيث تحدثت دكتور حمارني عن الرسالة الوطنية للجمعية التي تأسست أصلا لغايات خدمة المجتمع المحلي وابنائه من غير اعتبار إلى العرق أو الدين أو الجغل موضحا أنها جمعية غير ربحية تركز في خدماتها على الطبقة الفقيرة والوسطى من أبناء المجتمع الأردني الواحد جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية وكما قلت هي جمعية وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية واجب هذه الجمعية خدمة أبناء المجتمع المحلي بصرف النظر عن العرق أو الدين أو الجنس تقدم هذه الخدمات لجميع أفراد المجتمع الأردني هذه الجمعية تم تأسيسها عام 1957 من قبل مجموعة من الخيرين اللي هاجروا من فلسطين بعد حرب الثمانية وأربعين وأجعل أردن وكانت هذه الفكرة لتأسيس هذه الجمعية حيث بدأوا بتأسيس الجمعية لغرض إنشاء مدارس الأحد وتطورت الفكرة لاحقاً وكانت الفكرة بتأسيس المدرسة الوطنية الأرثوذكسية وأذكر أبونا قرمش كان من المؤسسين الله يعطي الصحة والعافية وكان يقول لي أنهم كانوا يستعملوا سياراتهم الخاصة في البدايات لإحضار الطلبة من البيوت وإيصالهم للبيوت بعد انتهاء الدوام الرسمي فهناك حقيقة نضال وجهاد قاموا به الأوائل لجعل هذه الجمعية تقف على أرجلها وتخدم المجتمع المحلي بكل ما لديها من قوة أنا أعتقد أن جمعية الثقافة والتعليم الأرثوذكسية خلقت لخدمة الطبق الوسطى والطبق الوسطى هي عماد المجتمع اللي إحنا منعيش فيه وبدون الطبق الوسطى إحنا حقيقة ما إننا وجود هذه الجمعية والمدرسة إحنا سمناها اسمها المدرسة الوطنية الأرثوذكسية ونركز على أن هذه المدرسة هي مدرسة وطنية قبل أن تكون أرثوذكسية نحن نعتز بأرثوذكسيتنا لكن إحنا نعتبر أن هذه المدرسة الوطنية الأرثوذكسية هي واجبها أن تنشئ الطلبة وتهيئهم ليكونوا في خط الدفاع الأول ضد جميع أنواع التطرف على كافة أشكاله إحنا يجب أن نتعلم وهذا إشي جدا مهم أن يحترم كل مننا الآخر احترامنا للديانات المختلفة احترامنا للثقافات المختلفة احترامنا للفكر المختلف ولا يجوز أن يستعمل أي طرف سطوته لطمس شخصية الطرف الآخر